كان يا ما كان قصتنا اليوم يرويها الشيخ حسين نجل المرحوم الشيخ محمد علي الكشوان لحتى حصلت فيه الروضة العباسية المقدسة عام 1938 لما اجا رجال من سكنة اطراف كربلاء المقدسة ويزوجته وكان الرجال يحمل على ظهره بنته البالغة من العمر 14 سنة وكانت من ذوي الاحتياجات الخاصة وكانت ما تحتي طلب مني والده من دخلت الى الحرم الشريف انه اروح وياه لاداء الزيارة ودخلت وياه الرجل وزوجته وبنته الى داخل الروضة المطهرة وكانت بنته ما تقدر توقف على رجليها ودعيت الله تعالى ان يشفيها من مرضها وتركتها ورجعت المكاني اذكر وقتها انا شند كلش قلق وواقف بباب القبلة وبعد مضي فترة زمنية سمعت صوت عالي وهلاهل ويا النسوان واسوات عالية وصلوات على النبي الكريم وآله ومن داخل الحرم الشريف وبعد شوية اجاني الرجال والد البنت وطلب مني انه اروح وياها مرة ثانية الى داخل الحرم وقال لي بنتي شفت من علتها وما تقبل تعوف الشباك الا بحضورك وبالفعل دخلت وياها الى الحرم ولقيت البنية واقفة على قدميها بدون ما احد يسندها وخرجت من الحرم ويا والدها وهي تمشي بصورة طبيعية في اتم الصحة واسعد الحال لا تشكو ألما بفضل الله تعالى العبرة من قصة اليوم من تفاءل بخير الله اكرمه ومن توكل عليه كفاه ومن لجأ اليه اعطاه ومن استغاث به اغاثا اشتركوا في القناة